اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا على ششة القناة الاولى والفضايا المصرية من التليفزيون المصري وحلقة جديدة النهاردة من بردامجنا الشعير اكلة امي اكلة امي النهاردة الاكل صحي كالعادة اعتدنا ان احنا يوم الحد من كل اسبوع بيكون الاكل بتاعنا صحي والصحة تاجعى الروس الاصحاء والوقاية خير من العلاج وصحتك في اكلتك ده مهم جدا نحرف المصطلحات ديت ولكن خلونا نطبقها في المطبخ بتاعنا طب اكل صحي ازاي مغازي وانتا جاي الفريك وجاي الفراخ والطحينة تعالوا شوفوا مع بعض احنا هنعملين دهاردة قالك الفريك بيحب الشريك ناكل الحمام محشي فريك اه زي الفل احنا المصريين بنعشاؤه وعلمناه للعالم كل فراخ محشية فريك اه النهاردة هعمل طاجن الدجاج بالفريك بمدرسة المغازي هنشوف نعمله مع بعض ازاي والفريك ياخد طعم الدجاج والدجاج ياخد طعم الفريك معانا كوسة النهاردة معتاد ان احنا دايما ناكلها كوسة محشية او نعمل ياخنة الكوسة او صانية كوسة بالبشامل ما تجوا ندلع الكوسة النهاردة ونعملها بدبس الرمان ما شوية مش هيخش لها لزيت ولا اي فليفر خالص غير التوابل بتاعتنا واندخلها الفرن تتشي وتطلع تاخد دبس الرمان مع علاقة طحينا لطيفة وجميلة مع عصرة ليمون حلو قوي فطاير النهاردة هنعملها باللبنة والزعتر كلنا ده عارفين في السوبر ماركت فيه لبنة ريجيم ولبنة مش ريجيم لبنة قليلة الدسامة وفيه لبنة كاملة الدسم هنجيبها ونعملها النهاردة فطاير مع بعض ونعمل فطاير بالزعتر السمسمي الجميل الحلو السوري اللي احنا عارفينه دي تركيب اكده وتدبيله غير الزعتر اليابس اللي احنا عارفينه اللي هو يعتبر في ليفر من المطبخ الطلياني طبعا الاكل الحلو ده محتاج ان احنا يكون معانا عصير حاجة تساعد على الهاتف وفي تفس الوقت تواجه الجو الحر اللي احنا فيه هنعمل اسموزة بالمشمش واشوفك في المشمش مشمش ده جايل هدية من الاسماعيلية بوجه تحية كبيرة لكل الاسماعيلية الحبايب الابطال فجلت اعمل منه النهاردة شوية اسموزة كده مع الايس كريم يبقى لطيف وجميل وان احنا نودع المشمش بالايس كريم والفانيليا على الاتفاق تفاصيل كتيرة معلومة غير معلومة ولكن مطبخ صحي بقدر الامكان بنخش جوه الاكلة بنعمل علاقة بحاس ونهرب بالدهون اللي موجودة فيها الحاجات اللي ممكن تقدل ده سامة ونقدمها لحضراتكم بطريقة لطيفة وبسيطة اوه هتروحوا بعيد تايموني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل تعالوا شوفوا مع بعض خط سير الحالة هيمشي ازاي معنا فريق النهاردة محتاجين ان احنا ندلعها ونعملها بطريقة جديدة وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الاولى مقادرها على الشاشة طاجن الفراخ بالفريق والفريق ما يحب الشريك بس هو بيحب الدجاج المقادر بتاعته فرخز حلوة وزنها تقريبا بيعمل كيلو معنا من الفريق كوبين المقادر على الشاشة لا تتعدى اصابع اليد العشرة معنا بصل والتوم معنا جزر متقطع كارهات صغيرة مكعبات صغيرة كده لطيف وجميل ده بيساعد على ان الفريق يستوي بسرعة وفي نفس الوقت كمان يبقى فيه طعم ويساعد على المضغ والهضب والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وحبهات اول حاجة عندي طاسع النار شديدة الحرارة ناخد الفرخة دي نشيل طبعا الجلدة بتاعتها والعرق بتاعتها بالشكل ده كده ودايما انا مع الفرخة تتغسل وهي سليمة قطعناها وجاهزناها مش لازم نخسلها بعد كده ناخد اول حاجة الورك كده بالشكل ده كده بنشيل الجلدة كده الجلدة بالتأكيد فيه الدهون احنا بنهرب دلوقتي من الحاجة اللي فيها الدسامة بنعمل الاكلة اللي نفسينا فيها حتى لو الكابسة هنعملها حتى لو المقلوبة ونهرب من الحاجة اللي فيها الدسامة ونشغلين مع بعض بنشيل الجلدة دي كده بقدر الامكان اهو ونفس الموضوح كده الحاجات دي طبعا بنتخلص منها اهو كده ولكن انا معا الفرخة مسلا بنعمل شوية ملوخية حلوين وعايزين شوية شربة بقى دسمة الفرخة هنا تتسلق زي ما هي اللي بالك اهو ده موجود وده موجود ونفس القصة هنا كده استخدامك للسكينة في حاجات حاجات علشان ما تعورش نفسك ونتشغلها بالشكل ده كده ونفس الموضوع وعند الطاصة الشديدة دي كده هنتابل الفراخ ونبدأ نديها الصدمة النارية ايه الصدمة النارية ربنا يبعدنا عن الصدمات ده مهم جدا ان الفرخة نعمل عملية احتباس للسوايل اللي موجودة فيها والتوابل اللي موجودة فيها هنعمل اول حاجة هنجي كده عمشيف الكسرولة دي كده اللهم صلى على النبي وعندنا من الطوم فصين طوم حلوين كده محترمين بصلايا مفرومة ناعم عود نزماري محترم ناخد الورق بتاعه ده كده انا بحب دايما الفليفر نزماري زعتر هخاصة في الطواجن معانا زيت زيتون بنحط معلعتين حلو قوي شوية الملح بتوانا بهاراتك شوية فلفل شوية حبهان بالشكل ده كده وكل ما تعليل التوابل في الطواجن بالذات كل ما تستطعم الحاجة وخاصة لو كان فريك فريك عشان تستطعميه لان احنا كلنا عارفين ان الفريك ده طالع من الامحة الامح اللي هو الاخضر السمبولة الخضرة غير البرغل بيطلع من الامح الكامل السوى هنقلب كل ده مع بعضه خلطة الحلوة دي كده حطيت ايه شيف تاني راجع معايا روزماري بصلة نعمة تغمى نعمة زيت زيتون ملح وفلفل حبهان بالشكل ده كده عصرة ليمون شايفين بتاعت السد الصدمة نارية دي كده ونفس القصة هنا وناخد السدر ده كده اهو بالشكل ده السحبة دي كده اهو اهو تنكستيوه بسرعة وناخد التدبيلة دي كده الله ما صلى عنا ده ونحط الشيط الخلطة دول عليها كده واقول الله اهو ادعك اهو ادعك كده لمدة عشر دقيق تقريبا بالشكل ده كده وغطيها بغطاء محكم بالشكل ده كده اهو حلو اهو زي ما هي كده يلا الفراخ هنا تتحمر بالشكل ده كده اهو زي الفل صدمة نارية ويبعدنا عن الصدمات ياخد اللون وياخد الشكل ايه الحلوة دي عمشي اهو الفراخ كده لحنا نحضرها للفريك اهو ونغطيها تاني لاني لازم تعرفي حاجة مهمة جدا كل ما تغطي اللحومة او الفراخ وهي شديدة الحرارة بتستوي ده بتساعد على تسوياتها بسرعة والسائل اللي جوه اللحمة او الفراخ ما ينشافش تبقى الحتة جوسي كده وفيها طعم الفراخ واللحم لازم نعرف حنا بنعمل ايه عشان ايه معانا حلة تانية عن نار او طاصة بنحط فيها شوية زيت زيتون عشان نعمل مع بعض شوية فريك حلوين كده ده الطاجن او زيت زيتون بصل وتوم نعم بالشكل ده كده الله مصلى على النبي اهو والفاص التوم مع البصل حمرهم كده وما بيتحمروا بنحط علهم شوية توابل الفريك كده بالشكل ده كده اهو شبته الجوي ده كده اهو اخسله مرة واثنين وثلاثة واشتريه من السوبر ماركت او اشتريه من عد العطار اتاكد ان هو طازة وزي الفل مش بتخزن بقاله فترة طويلة يعني مفوش حشرات صغيرة الحاجات اللي انا بقولها دي اخوانا مهمة جدا البوكليات فول حمص فاصولية رز حاجات بتركنيها وتخزينيها تعملي عليها كنترول وتشعيك عليها خاصة الفريك اهو شفت الفريك اهو اللي ما يحب الشريك اهو اهو شفت الفريك بالشكل ده كده اهو ناخد شوية الجذر دول اللهم صلى على النبي اهو ليه حطيت الجذر مع الفريك يا شفت اتا بتقولوا بيحب الشريك الجذر ده اخوانا لما يستوي مع حبة الفريك الاسيا دي كده مش بيقولك مش حاجة تبلع كل واحد بياكل حاجة كده اقولك حاجة تبلع تبلع يعني الحبات الرزلة بتكون ناشفة مش شار ما سابنا بلد كويس ومستوية كويس بتاخد موقت كبير في المضغ وجود الجذر كمادة طرية ما بين الفريك وبعده احنا بناكله يساعد على مضغ الفريك لان الفريك ده حبوب الامح الكاملة وهي في طريقها للسوى الكامل اهو 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 طب الطعمة يجي من هنا شيف فين طعم الفراخ هنا بقى يا شيف لو عندك شربة فراخ ولا شربة لحمة وتقول لي اكل صحي اصبر على رزق اصبر على رزق الملح بتاعنا الفراخ اخبار ايه هو ده الكلام نبص بصا كده عند مية بتغلع النار اللهم صلى عن نبي يلا يلا التركاية دي اهو هناخد معنا الشربة الشربة جات منين يلا يلا ايه 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 الجمال والحلوة دي اه اه وعلى الفراخ عم نشوف شفت الطاجن ده كده نبص عليه كده بقى نبص عليه كده يلا نغطيه مع بعضه كده ونقول له نودعك هو ده حدوتيت أكلة مصرية بتعم مصري ولكن صحية أو هتروها بعيد تابوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل عندنا النوع من أنواع الفطير سهل تحضيره وسهل إن إحنا نعمله ولما عندكش العجينة دي تقدر إنك إنت تعمليها بعيشة معادي خالص مآدير الفطير باللبنة والزعطة مآديرها بسيطة عاجلت الفطير عبارة عن معلاية دي سوري مع كوبايتين دي بيعقدوا معلاية خميرة معلاية سكر رشة ملح صغيرة مية دافئة عايزة تستبدل المية بحليب ما فيش مشكلة لو تبقى عايزة تبقى داسمة والمآدير على الشاشة بتاخد مرحلة التخمير زي بحضراتكم شايفين كده وبتتقصد وتبقى معانا أنا طبعا باختصر الوقت وبكسب وقت في الحلقة علشان إن أنا معودش عاجل وضيع وقت وإحنا عايزة نستفيد بالمضمون أنا بقول لك المآدير وقلت لك إزاي تعرفي إن إزاي العجينة خدت وقتها في العجين ده مهم جدا خدت وقتها إزاي أول ما بتلاقي العجينة طلعت من إيدك وثابت من إيدك عرف إن إياها مآديرها مزبوطة واتكومت معاك وبقت زي الفرن إحنا سابين العجينة قدامنا ولكن عندي كوسة بدبس الرمان ما شوية نعملها إزاي أستاذة رحب بعد إذنك مآدير الكوسة علشان أحطها في الفرن وانساها أول حاجة اللي بتاخد مني وقت أبدأ بيها وأخلص منها عندي كوسة وعندي دبس الرمان وعندي طحينة كوسة ودبس الرمان وطحينة وفص ستوم محترم وشوية زيت زيتون وعصير ليمون المآدير بسيطة وسهلة ولكن أنا عايز أعمل لحضراتكم الطبقة ده هيعجبكم أوى على فكرة حلو الكلام حلو الكلام هنعمل إيه؟ مع أنا حباية الكوسة أنا مقطع الكوسة ومجاهزة بس أنا حابب إن إحنا نقطع واحدة مع بعض لأن دائما كان الشكل ده جديد على حضراتكم شوية انزل اشتري الخضار بنفسك سواء بتشتري كوسة بتشتري تنجان عشان أنت عارفة رؤية الأكلة بعد ما تستوي فأنا عارف إن الكوسة دي هعملها ما شوية فبختاري الكوسة تكون قد بعضها بالشكل ده كده ويكون لونها أخضر بالشكل ده كده ما جيبش واحدة كبيرة واحدة صغيرة زي البطاطس اللي بنعملها ما شوية في الفورن اسمها بطاطس جاكت فلازم تكون البطاطس كلها بحجم البيضة بحجم واحد هناخد الكوسة نقطعها كده بالشكل ده كده اهو ونحطها هنا اللي ما خدش بالهم من الأولى ياخد بالهم الثانية اهو بالشكل ده كده واللي باخدش بالوم التانية ياخد بالوم التالت وهكذا انا بحط هنا شوية زيت زيتون شوية ملح كده على الكوسة علشان ابدأ ان انا اقلبها واحطها على الصنية بتاعتنا الحلوة دي كده فصل التوم نايد التوم اهو واحطها في صنية شديدة الحرارة على العين البوتاجيز اللامون مش هتحط دلوقت اللامون عشان استفيد بالفيتامين بتاعه محطوش في النار كتير تشرب الشربة الفيت اعصر اللامون على الشربة وانت قعدة عالطرابيزة تشرب شربة لسان العصفور تش忍 عصرة اللامون على الكوارع ولسان العصفور وانت قعدة عالطرابيزة هناخد الكوسة نحطها كده اللهم صلى عن نابل اهو فين دبس الرمان يا شيف دبس الرمان هنطفي بالكوسة بعد ما تشور مش هتحطي دلوقت خالص هندخلها الفرق تبقى كوسة مشوية بالتحينة وتبس الرمان. هاو سميها كوسة مشوية بديبس الرمان. المسميات دي بتاعتك انت. اه. يلا بص عليها كده. بعد عشر دقايق من الان هيبقى لونها متغير. هتاخد الشكل المشوي. الشكل البرونزي الجميل بواسطة زيت الزيتون والتوابن. فعلوا مع بعض نشوف اخبار الفريق. اخباره ايه? هاي اسمع الفريق. ايه الحلاوة دي عمشيف? اه. نجيب صنية زيدي كده عشان ندخلوا الفرن كمان. مع بعض. الله الفريق استوى تبص عليها بقى وقول انت. انا راضي حكمك. اهو. اهو. شوفت? والفريق استوى راضي حكم. في العود الروزماري. ارض الفلفل الحامي ده لو جزك بيحب الحار. بتحرموهش اهو يلاقي ده في قلب الفريق يقعد على الاكل. اهو. زي الفل. تعالوا بقى نحطه في طاجن وندخلوه الفرن. ده الطبيعي. اللهم صلى على النبي. نصر الله دي كده انا. الله. قالك الفريق ما يحب الشريك عاد. اه. لاجبت فرخة بقى وحشتيها وطلع الفريق بره. ومعرفتش تقفليها المبتدين في المطبخ عروسة جديدة. جوزها بيحب الفريق عابل نقيد والدته. مفيش مشكلة لما يروح لوالدته اهو. لكن انت لما تعمله له بالشكل ده كده تبقى حاجة حلوة. عينية اهو. نحط الفريق كده. بالشكل ده كده اهو. خلونا احنا نحط الفريق في الكاسرولة وناخد بعدين او نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اللي كمل مع بعض اوه تروحوا بايه تتابعوني. اشتركوا في القناة